الكاتيب العام ديال جمعية اتاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل الانغاء الدولية الشرعية احنا منخارطين في هاد الدينامية ديال التحضير لقمة ديال الحركات الاجتماعية المضادة للاجتماعات ديال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللي اللي غادي دارو في منراكش اكتوبر المقوبين هاد الانخيرات ديالنا كيأتي يعني الى جانب واحد العداد ديال الشبكات وديال المنظمات وديال الحركات والتنسيقيات على المستوى اه العالمي على المستوى الاقليمي على المستوى القاري وعلى مستوى المغرب هناك تبان اهمية فعلا ديال هذه التعبيئات ضد هاد الاجتماعات ديال هاد المؤسستين طبعا اه ما نسترسلو في المختلف في الوجوه ديال السياسات ديال المؤسستين على الشعوب ديال العالم لانك نشوفوا اليوم اه تنامي ديال الدور ديال ديال المؤسستين اليوم في فرض وفي اه يعني تسريع و اه السياسات نيوليبيرالية في مجمل اه يعني واحد العدد ديال البولدان نشوفوا غير صندوق النقد الدولي الان راه دير شي اكتر من مئة اتفاق مع بولدان هذوك الاتفاقات كان عرفوا احنا ديال صندوق النقد الدولي ورا جربناها في المغرب في في ما يسمى ببرامج تقويم الهيكالي اللي هي اتفاقات ديال اصلاحات هيكلية شاملة اللي فعلا اه لصالح الرأسمال والمؤسست يعني وشركات متعددة الجنسيات واللي طبقات الشعبية هي اللي كتأدي النتائج ديال هذوك السياسات ديال ما غديش نسلسلو حنا يا فف يعني في طبيعة الكاريتية ديال هذة السياسات احنا في المغرب اه طبعا نرا كان نعرفوها واختبرناها ولكن اللي مهم ده بها هو كيفاش هالتعبيئة الان عندها هذة الاهمية و هذة التعبيئة كتنبعت من الاحساس فعلا بهذا انه خص هذة السياسات ديال المؤسسات يعني يكون عليهم واحد الاحتجاج لهو كبير وبالتالي هذة الانخيارات الان كين اه تقريبا داد دردب الاجتماعات يعني كين انا غنقولو مسلسل ديال التحضيرات ولسا يرورت التحضيرات دابل هاد القمة المضادة ديال الحركات الاجتماعية كين المستوى الدولي الان كين هناك اه تحضيرات كين اه اجتماعات موسعة للان اه عقيدة ثلاثة الاجتماعات واللي الدار فيها واحد العداد ديالامور كذلك يعني تم ارساء واحد الموقع وكذلك تم برنامجي الاخير واحد العدد ديال التقدوم يعني في التحضير العملية هاد القمة المضادة ايضا على المستوى القارة الافريقية كين اجتماعات تعقدات تايشير بعض الاجتماعات وكين الليجان كتشتغل الان وكتجدامع كذلك على المستوى ديال الشرق الاوسط. دون كين حركات وامنظمات واشباكات اجتماعية الان الى تايشير وكين ايضا على المستوى الالمنطقة وكين اجتماعات موسعة للدار وكين الليجان كتشتغل ان تايشير الان تايشير للتحضير دون كهد وثم نريد المغريب. المغريب دال في واحد اه تنسيق اه تنسيق اه تنسيق وطني اللي تحضير هاد القمة المضادة ديال الحركات الاجتماعية والتهوى لعقد واحد العدد الاجتماعات ربعات الاجتماعات والآن التهوى بصادة تشكيل لجان وعنده صفحة ديال فيسبوك وشارك في الفاتح ماي باش فعلا اعدادا انجاح هذه القمة المضادة لأن الدولة الآن هي كتستعد باش تدير باش تدير الاستضافة الرسمية لهذوك القمة وحنا كحركات اجتماعية احنا كذلك أيضا بغينا نجحوا هذه القمة المضادة ونقولوا الصوت ديالنا يزاء هذوك السياسات الرهانات في الحق الرهانات ديال هذو القمة المضادة ديال الحركات الاجتماعية يعني المضادة لاجتماع ديال البنك العالم وصندوق النق الدولي هو ان اليوم كنشوفو الدولة يعني اختار الدولة الآن كتشتغل مع المؤسسات المالية الدولية مع البنك العالم وصندوق النق الدولي باش ينجحوا هذه القمة لماذا؟ باش يعطيوا المثال باش يبرز المغرب لانه إلا شفنا دابة في التاريخ تقريبا نرى خمسين عام هذي معمرنا عقدة هذو الاجتماع المؤسسة المالية في شي بلد افريقي منذ الدارت في نايوروبي في ثلاثة وسبعين نشوفو مليدات في المغرب بمعنى اختيار المغرب ماشي اعتباطي بل انه ره مرتبط يعني يبينو بان المغرب نجح وملا متال على هذا التطبيق ديالهات السياسات الليبرالية نحن الريهان ديالنا سوف نتحن كمجتمع يعني مدني مناضيل كحركات اجتماعية كتنسيقيات كشفاكات نقول لهم اعطيها الرأي ديالنا نحن في هذه السياسات وهكيف فعلا هذه السياسات سيؤدي التمن ديالها هذا هو الريهان الكبير اولا الريهان يعني اللي يقتر هذه التحضيرات الريهان الثاني هو كيفية يعني يكون واحد الحضور وازين ديال هاد الحركات الاجتماعية سواء من المستوى الدولي مستوى الاقليمي من المستوى القاري وكذلك على مستوى المغرب والريهان لكنا امليتا نقوله على يعني تكون واحد الحركات وازينة لديال يعني سبكات وكل شي اللي عندها وكل واحدة من المختلف مجالات الاشتغال ديالها لان هاد السياسات هي شاملة سواء ان تتعلق بالمجال الاقتصادي الاجتماعي البيئي النساوي الى اخر واحد العدد كل واحد من المنظورات دياله غادي شارك بانه لان هاد السياسات ديال برنك العالمو سندوق نق الدوليرا هي سياسات شاملة في المجمل ديالها وعلى مستوى المغرب حنا الريهان الكبير ديالنا هو كيفاش حنا غادي نوصلوا يعني تشهير بهات السياسات المتضررين والمتضررات الحقيقيين من هات السياسات بمعنى كيفاش غادي نوصلوا كل يعني دقاء دوكل الفئات الشعبية اللي خرجت في عشرين فبراير وعبرت على الصوت ديالها ضد هاتي احتجاجات وخرجت في الريف وخرجت في جرادة وخرجت في واحد العداد ديال المناطق ديال المغرب تايكة تقول بان هات الشي هاد التنمية و هاد النموذج ديال التنمية و اللي كي يسميه كله راه يعني تيبين الشعب بانه راه هو متضرر نذاك شي دونك كيفاش فعلا حنا غادي نعاود نحيو ونربطوه هاد القمة بهاد يعني المعاناة ديال هاد الشعب وكيفاش فعلا التهوية يعطي الصوت دياله يقول ها كيفاش انا كنشوف يعني ها كيفاش انا كنعيش هاد السياسات فاليومي ديالي فالفقر فالبيطالة فى واحد العدد ديال دواها الاجتماعي ما خديش نفصلوا فيها اه الريهان اه الريهان الاخر الريهان الرابع هو اه كيفاش فعلا غادي يكون ذاك تلاقي إلا بغينا نقوله التجارب وكيفاش غادي نستفدوا منها تجارب مثلا من الامريك لاتين ولا من اوروبا ولا من اسيا ولا من افريق ولا من المنطقة ومن المغربية يعني هادك تلاقي ديال التجارب والاستفادة من الدروس ديال كل واحدة داته هو ريهان كبير وغاد يكون مفيد لنحنا يا فى المغرب باش لانه احنا ريهان حتى من بعد القيمة لان هذه القيمة في حد ذاتها مزيان كان بيينو يعني فرصة ولكن حتى من بعد القيمة قصنا نواصل هذه الخدمة لانهما سياسات ستتواصل واتحنا قصنا نواصل التعبئة ديالنا الدائمة فوسط الناس المتضررين ومتضررين ومتضررات من هاد السياسات بالنسبة الافاق ديال هاد التعبئة ديال التحضير اولا احنا فى المغرب فى تنسيق المغربية ديال القيمة المضادة فى الاجتماعات السنوية البنك العالم وصندق النق الدولى لابا احنا كنحاولون نوسع يعني اه يضمن ان يضم هاد هاد التنسيق ما ام يعني ما امكان من الحركات الاجتماعية والتنسيقية وذي احنا فى هذا التنسيق الوطني را ديرن واحد البرنامج باش يتكون تعبئة على مستوى جميع المناطق ديال المغرب فى المدن فى البلايس اللى احنا قاعد احنا قدروا نوصلوا لها باش نتواصلوا مباشرة مع الناس فى التحت هذا هو المهم وبالتالى هاد الدينامية هادى يلا نجحنا اننا من هنالا الاكتوبر فعلا تكون واحد تعبئة على مستوى المناطق ديال المغرب كامل وتجيل هذيك القيمة يعني نعبرو فى على الصوت ديالنا بالشكل اللى غادي يكون هذيك الساعات فى مراكش طبعا بتنسيق مع بتضافر الجهود كما قلت الحركات الاجتماعية على المستويات العالمية والاخرى واللي غادي يخص هو كيفاش فعلا اننا من بعد اكتوبر يبقى هذيك الدينامية على هذي المستويات ثم خصها تخلق اتلافات محلية اللى غادي تكون دائما لان القضايا كلها متشعبة والان كنشوفوا ان الدولة هاجمة على جميع المستويات وطبعا غادي يخص المقاومة كذلك على جميع المستويات هذيك المقاومة ستستمر منورة اكتوبر وذلك هنرى هنحنا او لا لا نقول الافاق هو كيفاش فعلا نحنا غادي نبنيو هذيك الشروط ديال مواصلة التعبئة والمقاومة ديال الناس منتحت من مختلف الجبهات ديال النضال من بعد القمة ديال اكتوبر كما قلت لانخيرات ديالنا كجمعية ديال الأتاك في هذي الدينامية التحضيرية مندو البداية بالحقها هو واحد استمرار الخدمات ديال نحنا اللي كنا نديروه تقريبا مندو تأسيس ديال الجمعية ديال الأتاك في سنة 2000 بنكرة واحد تقريبا 24 عام هذي ولا 23 عام وحنا كنشتغلوا على هذا الموضوع لان هذه القيمة النضالية ديال الجمعية ديال الأتاك في البلاد ديالنا احنا كنا كنشتغلوا اساسا على المؤسسات المالية الدولية والمسألة ديال الديون والتبادل الحر والسيادة الغدائية والمسألة البيئية كل هذه اللي في العقل مرتبطة بالسيادة الشعبية اللي احنا راكمنا فيها طيلة هذي السنوات هذي وحنا في الحقيقة منذ الاعلان في 2018 من اللي التعلن ان المغرب سيستقبل الاجتماعات السنوية ديال البنك العالم وصندوق النقد الدولي وحنا في الجمعية ديال الأتاك كنستعدوا كنستعدوا فعلا باش ننضموا هذه القيمة هذه القيمة المضادة مع القيمة المضادة مع اه شركاء النضال الاخرين ولكن اجلت جاكوبيت اجلت لمرتين من هيا دابة الان وحنا دوق بالتالي احنا دابة في واحد سيرو ديال تحضير مع اه واحد العديد ديال الشبكات والحركات الاجتماعية الان احنا اه جزء من هاد التنسيق الوطني ديال القيمة اه ديال الحركات الاجتماعية المضادة الاجتماعات السنوية ديال البنك العالم وصندوق النقد الدولي كنشتغلوا مع واحد العداد ديال الجمعيات وما زال احنا كنخدموه باش نوسعوها كاملين وقد نديروا واحد العداد بالمبادرات اللي توسيع هاد التنسيق هاد المبادرة هذي وطبعا هذي فرصة احنا هي كان نادي وكان ناشدوا جميع المنظمات والتنسيقيات والحركات والافراد والاكاديميين التقدميين وجميع المجتمع المدني بشكل عام المناضل انهم التحقوا بهذا التنسيق الوطني باش فعلا يكون واحد القطب يعني كبير اللي فعلا غادي ينزل باتيقل ديالو ويقول الكلمة ديالو ديال هاد الناس ويعبر على يعني الصوت ديال هاد الناس المتضررين والمتضررات من الاسفل هذي مناشدة من جمعيات اتاك لتضافر هذه الجهود والالتحاق في هذه التنسيق الوطني ديال القمة المضادة شكرا